حلا والله بالشباب وحياكم الله في فيديو جديد من لعبة مودرن وارشب وصلنا لكم الى التغييرات اللي صارت على صواريخ الارت كوين ركزين بهذا الفيديو للناس اللي عدى صواريخ الارت كوين حتفون شوال التغييرات اللي صارت على هاي الصواريخ ونقبل كل شي يا شباب لتسأل لكم مشاركة كذلك اللي سألنا احنا بث مباشر ليس وين حانا تتبث انا بث على التيك توك حاليا مودرن ونعب ثانية فالتعليق المثبت برابط تيك توك اذا حابين تشتركون وتشوفون البثوث يا اصدقائي الان ان شاء الله نزل طور الدبابات ارجع بث باليوتيوب بإذن الله اوكي رح نبدأ اول شي يا شباب مع صاروخ البراموس وشون انتغييرات اللي صارت عالية طبعا الدمج مودة زاد وصار من 14000 الى جيد الى 15000 هذا البراموس سنة 7500 ارت كوين بالسيفر يمي زايدا الريلود مودة صار من 13.3 ثانية ل 13 ثانية نوعا ما قل وكذلك الهيلث مودة من 18 الى 20 صار والرينج مودة المدى مودة زاد من 7.33 الى 8 كيلومتر يعني دمج زاد الريلود قل الهيلث زاد المدى زاد وهذا الشيء جميل جدا لا ننسى انه يطلق اطلاقتين يعني عندك 30 الف دمج بالضربة الواحدة بدون ماكس اكيد من يصير ماكس سيكون اكثر فهذا الشيء مهم جدا بالنسبة للناس اللي تمتلك هذا الصاروخ بالتحديد يا شباب وكذلك امر اخر صار فترة انقضات على الهدف 2.2 ثانية بدالة 2.5 حلو الصاروخ الثاني وهو الاتامكة طبعا صاروخ الواي ثمانية ما صار عليه شيء الصاروخ الثاني الاتامكة يا اصدقائي ركزيه زيان هذا الصاروخ صار لنيرف وصار لبف فلا تامكة الآن الصاروخ الدمج ماتة من 9000 الى 10000 المعلومات لا تامكة طلقتين كذلك اطفد الكهرباء هاي زينو مو حلوة اوكي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال انقضات على الهدف صار 3 تحديد حدو ماتة اوكي يعني احنا خلنا نقول هنا بيها وعليها لكن يبقى لاتامكة صاروخ مهم جدا بسبب انه انقض هذا على هدف قوي جدا ويوصل هدف بشكل افقي وهذا يميز هذا الصاروخ عن باقي الصواريخ بالنسبة للرخص فان حالي افضل البراموس بالنسبة الامكانيات اكيد لاتامكة رغم النيرف اللي صار على المدى ماتزين صاروخ الهبس وارمار اللي خاص بتير 2 شنو صار له الهبس وارمار زودوا الدماج ماته من 4500 الى 5000 وكذلك الرلود من ثواني ماته من 9 الى ثمانية ثانية اصدقائي اذا بفع الدماج وصار بفع الرلود بدال 9 ثواني صار 8 ثواني يا اصدقائي من اعتقد اهم صاروخ موجود نو باللعبة هو صاروخ الجي تي اكس 690 واللي السعر 225 ارت كوين طبعا تامكة سعر غالي بينو بينكم من الامانة يعني السعر في 250 وبدأ يصعد بيصعد السعر على اموم بف وحيد صار له ومهم بالنسبة لهذا الصاروخ اللي نصنا محتاجه بف اكثر من هذا انا شوفه الرلود من ثم واشي ثانية لخمس واشي ثانية اذا نقلل لك الرلود وهذا الصاروخ مو صاروح اوكي سجل صاروح الصاروخ ممكن يبدأ عندك يصعد السعر ماته بسبب انه الدمج جدا عالي قريبا ستين الف وهو نووي وامكانيات اقوى من غير صواريخ نووية باللعبة فاذا جي تي اكس رلود بدال 12 ثانية الى 25 ثانية يا اصدقائي هذا هو البوف والنيرف اللي صار على صواريخ الارت كوين برعيكم من تفضلون ومن رح تستخدمون وهل انتم مع هذا البوف والنيرف ام لا ولا تنسوا لكم مشاركة وفي امان الله